احتفظت السيناتر الديمقراطية الأمريكية كاثرين كارتاز ماستو بمقاعدها بمجلس الشيوخ عن ملايات نيفادا في انتصار يضمن سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ عام 2023 الأمر الذي اعتبره بايدن تعزيزا لوضعه السياسي قبل لقائه الرئيس الصيني وبحسب وسائل أعلام محلية فازت كارتاز ماستو على منافسها الجمهورية آدم لاكسلات الذي كان الرئيس السابق دونالد ترامب يدعمه ومع فوز ماستو في أعقاب فوز السنة الديمقراطي مارك كيلي بإعادة انتخابه في ولاية أريزونا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة يسيطر الديمقراطيون الآن على خمسين مقعدا في مجلس الشيوخ الذي يضمئت عضو